بسم الله الرحمن الرحيم باذن الله في هذا الجزء سنتعرف على اذا كان عندي دلة وان توان ومعكوسها موجود معها ايه العلاقة بين الدلة ومعكوسها عازل نعرف العلاقة بين الدلة ومعكوس الدلة نشوف مع بعض لو انا عندي دلة فانكشن وان اف اكس بتساوي اكس زائد خمسة وفانكشن تو اف اكس بتساوي اكس نقص خمسة هازي دلة هازي فانكشن وهازي فانكشن طبعا مع بعض واحدة واحدة كده اما اقول كده ايه فانكشن زيرو بيساوي زيرو بلاس 5 يساوي 5 دي فانكشن وان العدد خمسة ده طلع من الدلة الاولى طب نعوض به في الدلة التانية هو نفسه اللي طلع من الدلة ولا حطه في الدلة التانية يبقى فانكشن تو 5 بيساوي 5 نقص 5 يساوي زيرو لاحظ ان انا دخلت في الاول بزيرو طلعت بخمسة دخلت الخمسة في الدلة التانية طلعت بالزيرو الاولاني او الاصلي اللي انا دخلت بي. طيب دخالي هاتلي كمان فانكشن وان تو هتساوي تو بلاس فايف اقوال سيفن. طيب دخالي سيفن دي في الدالة التانية. فانكشن تو زيفن هتساوي سيفن ماينوس فايف يساوي تو. لاحظ ان اللي انا بعمله هنا بينعكس هنا. في الحالة دي اول على اف تو واف وان كلا هما معكوس للاخر او اف تو عكس اف وان اكس تو عكس اف وان. هنا المسال معانا. اقول لو انا عندي دالة اف او اكس بيساوي ثمانية اكس بلاس فايف. وجيو في اكس بيساوي ثمن اكس مينوس فايف على ثمانية. عايزين نش نعرف ايه اللي علاقة بين الدالتين دول. طيب افترضنا عدد في مجال الدال الاولى وليكن عشرة. بنجيب فانكشن عشرة. وان بنعوض بعشرة هنا اطلع لي العدد خمسة وتمانين. طب العدد خمسة وتمانين ده نعوض به في الدالة التانية. يبقى نجيب جيب خمسة وتمانين. لما نجيب جيب خمسة وتمانين. رجعنا لتاني الاصل العدد عشرة. رجعنا الاصل العدد عشرة. يعني في الدالة ومعكوسة اللي بيحصل الاتي. اما دخل العدد في الدالة الاصلية. يطلع للناتج. يدخل الناتج في المعكوس. يطلع العدد الاصلي يطلع العدد الاصلي يبقى اكس فانكش ان اكس بيساوي فانكش ان انفيرس واي بيساوي اكس في نقطة مهمة جدا هنا بين الدلة ومعكوسها دومين الدلة بيصير رينج للمعكوس دومين الدلة بيصير رينج للمعكوس ودمين المعكوس بيصير رينج للدلة مثال بسيط جدا او توضيح بسيط جدا. تعالوا نشوف هنا مع بعض دالة دومين ورينج. خلي بالك كويس جدا. احنا اخذنا المثال ده في الفيديو السابق. لو انا عبر عن الدالة بازواج مرتبة فانكشن وان اف اكس بتساوي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة. هذه دالة. طب الدومين الدومين هو المين. مجموعة عناصر اكس. مجموعة عناصر اكس اللي هو واحد وثلاثة وخمسة. هذا هو الدومين. طيب والرينج بيساوي اتنين واربعة وستة. طب لما نجي نجيب المعكوس بقى زي ما اتعلمنا قبل كده. المعكوس يجيبه ازاي? ان انا ابدل الازواج المرتبة ابدلها ال اكس ما كان الواي والواي ما كان ال اكس. يعني انا كده هجيب مين? تعالوا بقى ناخدها بالمرة اللي هي مين? اف امفرس اكس. خلي بلك هو ده رمز المعكوس هناخده برضو. رمز المعكوس. اف امفرس اكس بتساوي. هنا الواحد واثنين اخليها اتنين واحد. و تلاتة واربعة نخليها اربعة وثلاتة. و خمسة وستة نخليها ستة وخمسة. كده المعكوس خلص. طب عزي بقى نجيب دومين المعكوس. دومين اف امفرس. هيساوي اللي مجموعة العناصر الاولى. اللي هي اتنين واربعة وستة. ده الدومين. تلاحظ ان الدومين هو مين? هو الرنج الاصلي. يبقى رنج الدالة الاصلية بيساوي دومين المعكوس. دومين المعكوس بيساوي الدالة الاصلية. طب رنج للمعكوس. رنج المعكوس بيساوي العناصر التانية. واحد وثلاثة وخمسة. واحد وثلاثة وخمسة. وده اللي احنا عايزين نعرفه من دلوقتي. ان الدالة ومعكوسها بيتبدله مع بعض الدومين والرنج. بيبدله مع بعض الدومين والرنج. نكمل على المثال اللي احنا قلناها. المثال اللي احنا كلمنا فيه فانكشن ثلاثة بيساوي تسعة وعشرين. وجي تسعة وعشرين بيساوي تلاتة. رجع لاصله. من اللي نعرف ان الجي والاف كلهما معكوس للاخر. كلهما معكوس للاخر. فانكشن سلب 5 بساوي سلب 35 وجي سلب 35 بساوي سلب 5 وهكذا وكمان بقى نفهم من كده نقطة مهمة جدا جدا عكس بعض ان F تحصيل G يساوي G تحصيل F لكل ده اللي لو معكسها لكل ده اللي لو معكسها ده اللي تحصيل معكسها يساوي X او يساوي هذا الرمز او هذا التعبير اللي موجود يبقى اذا كانت F والجي الانفرس بتاعها على طول يبقى F تحصيل G بيساوي X هذا شرط مهم جدا وهذا الشرط المهم ده ونبقى نقول condition ان F is one to one هذا الشرط اصل اللي هو لازم تكون الدالة one to one one to one اذا كانت الدالة one to one بيديني انفرس فانكشن وبيكون لها انفرس فانكشن اما اذا كانت نوت one فالجي اللي طالعة بتبقى ليست فانكشن ان اقدر اعكسها بشكل رياضي وهجيب معكوسها بشكل رياضي بس يبقى مش دالة يبقى علاقة عادية خالص وليست فانكشن يبقى عندي هنا بشرط ان يكون الدالة معكوس شرط ان يكون الدالة معكوس ان تكون الدالة من النوع ايه one to one والكلام ده قلناه قبل كده تماما هنا بيقول لي سؤال بسيط جدا بيقول لي اذا كانت f of x هذا التعبير و g of x هذا التعبير فبيسأل هل g inverse of f هل g inverse of f هنقول له نعم او ازاي اولا اذا كانت f one to one يبقى لها معكوس ليست one to one اذا ليست لها معكوس طيب نلاحظ ان f هي عبارة عن one to one لو فرضنا اي عنصر لx سيخرج له او سينتج له صورة واحدة فقط ل f of x طيب نطبق الشرط نشوف f تحصيل g و g تحصيل f اذا طلعوا متساويين خلاص يبقون معكس بعد طيب نشوف f تحصيل g f تحصيل g نضع كل الدلة g مكان كل x في الدلة f يبقى عندي هنا بيساوي افرغ مكان ال x بعدين نقص واحد ما كان ال x اكتب ايه اكتب الجزر التكعيبي طبعا هنا تكعيب اكتب الجزر التكعيبي لx plus one يساوي التكعيب ده فوق الجزر التكعيبي يلغو بعض يبقى يبقى بيساوي x plus one برا الكوس minus one بيساوي x plus one minus one بيساوي x ده اول حاجة طب نشوف التانية g تحصيل f g تحصيل f الجزر التكعيبي x اكتب مكان هتدل f كلها لx تكعيب minus one بتحت الجزر plus one هيساوي جزر التكعيبي minus one plus one راحوا مع بعض يبقى الجزر التكعيبي لx تكعيب بيساوي x يبقى احنا هنا لاحظنا ايه لاحظنا ان f تحصيل g تساوي g تحصيل f اذا g و f كل منهما inverse to other كل منهما معكوس للاخر يبقى احنا كده عارفنا ازاي احدد الدلتين دول معكوس كل منهما كل منهما معكوس الاخر ولا لا ان الشرط ايه ان يكون f تحصيل g يساوي g تحصيل f طبعا احنا قلنا كمان ان عكس الدلة لما اقول مثلا f معكوس ل g اقدر اقول اشيل f g و وقت ما كان f inverse x هذا رمز المعكوس ده اسمه special notation رمز خاص للمعكوس ازا كانت الدلة f one one فان معكوس هلها معكوس يكتب على شكل كده inverse f inverse ويقرأ f inverse يعني f بتساوي هذه الدلة f inverse بتاعنا بيساوي المعكوس بتاعها طبعا ولما يكون عندي دلة ازي كده اجيب معكوس هزاي ده برضو هناخده ان شاء الله في الفيديو اللي جاي يبقى انا لو عندي دلة وعايز اعرف معكوس ها في الدول الموجودة هشوف التحصيل لابد ان يكون f تحصيل g بيساوي g تحصيل f هذا الشرط مهم جدا لدلة ومعكوس ها كمان من domain ورينج اتكلمنا قلنا domain ورينج عكس بعد domain ورينج عكس بعد domain domain f بيصير رينج للf inverse domain f بيصير range للf inverse ورينج ال f بيساوي domain للf inverse وكذا طيب سؤال بسيط هنا كلمنا فيه قبل كده بيقول find the inverse of each function عايزين inverse ال function دي طيب خلي بالك الاول يتأكد انها انها one to one ولا لا دي العدد واحد العدد زيرو العدد واحد الويد اتكررت كده ال y اتكررت فلما اتكرر العنصر y اذا هذه ده لا not one to one وبالتالي ليس لها معكوس doesn't have inverse ما لها معكوس خالص ليه لأنها not one to one طيب هنا برضو نفس السؤال بيقول هات ال inverse هتأكد الاول انها one to one العدد اشوف ال y المهم ال y ما يتكررش 2 3 0 العدد ما تكررش تقول تاب وال x عشان تبقى function لازم x ما تتكررش عشان تبقى ما بدائيا عشان تبقى function x ما تتكررش وعشان تبقى function one to one y ما تتكررش function one to one لا تقرار لا تقرار تقرار لأي عنصر سواء x أو y هذا هو function one to one كده هي one to one كده one to one طب عزين بقى المعكوز قلنا f أو g inverse x هتساوي g inverse x بتساوي هزي 3 1 تكتب 1 و 3 هزي 0 و 2 تكتب 2 و 0 هزي 2 و 3 تكتب 3 و 2 هزي 4 و 0 تكتب 0 4 كده كتبنا معكوس الدلة ان شاء الله في المقطع القادم هنتعلم بقى لما تديلك مثلا f x بتساوي مثلا 3 x زائد 4 اقول لك انا اريد المعكوس بتاع الدلة دي ده ان شاء الله ناخده فيه الفيديو القادم موفقين جميعا ان شاء الله اشتركوا في القناة